أوصى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا فارحموا النساء فإنهن خلقن من ضلع أعوج وقد خلق الله عز وجل المرأة للغاية التي خلق من أجلها الرجل وهي عبادة الله عز وجل كما أن عليها واجبات ولها حقوق ومن مزايا المرأة أن الله سبحانه وتعالى جعل منها الأم التي تجري من تحتها الأنهار وجعل منها الشقيقة والابنة الحنون والزوجة الصالحة التي تعين زوجها على طاعة الله سبحانه وتهون عليه مشاق الحياة الدنيا ولكن هناك نواهين هان الله سبحانه وتعالى عنها وأكد عليها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إذا فعلتها المرأة يلعانها الله سبحانه وها هي سنتعرف عليها مشاهدنا الكرام في هذا الفيديو ولكن قبل أن نبدأ نرجو أن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس الرمادي ليصلكم كل ما هو جديد بإذن الله حذر رسولنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم النساء من بعض الأعمال التي تنطوي على مخالفات شرعية لأن الوقوع فيها من أسباب سخط الله عليهن وعدم دخولهن الجنة والعياذ بالله ومن هذه الأمور التي تقوم بعملها المرأة تجعلها ملعونة النوع الأول هي النامصات فقد لعن الله عز وجل المتنمصات والنامصة هي التي تقوم بنتف الحاج بين أو ترقيقهما أما المتنمصة هي المفعول بها ذلك بناء على طلبها وكما جاء في وسط الحديث الشريف والنامصات والمتنمصات أما النوع الثاني وهن الواشمات والواشمة هي التي تغرز الإبر بالبدن ثم تحشوه بكحل أو ما شابه ذلك للرسم على الجسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله رواه البخاري النوع الثالث المتفلجات وكما ذكرنا مشاهدنا الكرام في الحديث السابق لعن الله الواشمات والمستوشمات وفي نهاية الحديث والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله والتفلج هو برد ما بين الأسنان الثنايا والرباعيات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله النوع الرابع الواصلة والواصلة هي التي تقوم بوصل شعر بشعر آخر واسم هذا النوع في عصرنا الباروكة أما المستوصلة فهي المفعول بها ذلك بناء على طلبها وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمزق شعرها أفأصله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة أما النوع الخامس هي المرأة الساخط زوجها عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليها النوع السادس وهن المتشبهات بالرجال وهن اللواتي قال عنهن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال رواه البخاري النوع السابع زوارات القبور وهن المترددات على القبور كثيرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج أي كثيرات الزيارة للقبور النوع الثامن النواحات أو النائحة وهي المرأة التي تقوم بالندب في المآتم والصريخ على الميت فعن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لعن الله المرأة النائحة والمستمعة وللأمانة فإن هذا الحديث في سنده ضعف ولكن معناه له شواهد وهي أن النوحة محرم ومنكر في الإسلام فلا يجوز للمرأة أن تتعاطى النوحة ولا للرجل أيضا فليس للرجال ولا للنساء النياحة والنياحة رفع الصوت بالبكاء وهي محرمة شرعة النوع التاسع المحلل له وهي المرأة التي طلقها زوجها ثلاث طلقات فحرمت عليه فلا ترجع إليه حتى تنكح رجلا آخر تتزوجه زواجا شرعيا بقصد البقاء معه إلى ما شاء الله لكن من دون أن يقصد أي منهما أن يتزوج الآخر ليعود إلى زوجه الأول فهذا محرم ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له رواه الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه والترمذي في جامعه النوع العاشر النساء المتبرجات الكاسيات العاريات وهن نساء الكاسيات العاريات فإنهن ملعونات كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا ولا ننسى بأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل فإن طرد مرء من رحمة الله تعالى فمن سيرحمه نعوذ بالله تعالى من اللعن ونسأل الله تعالى الرحمة فتذكري أختي المسلمة بأن جمال الدنيا زائل ولن يبقى لنا إلا العمل الصالح وتذكري أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في النساء يا معشر النساء تصدقن وأكثرن من الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار رواه مسلم اللهم إنا نسألك أن تهدي نساء المسلمين إلى ما تحبه وترضاه وإلى ما أمرت به سبحانك وإلى ما أمر به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارضى عنا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وثبتنا جميع النساء ورجالا على طاعتك حتى نلقاك اللهم آمين فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأصلح أعمالنا وأخلص نياتنا وأحسن خاتمتنا وارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعا لنا لنستمر في عرض المزيد من الفيديوهات إن شاء الله تعالى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة